معايير أجور الفنانين اتغيرت جداً في السنين الأخيرة وده السبب في ارتفاع أسعار الحفلات كمان في أوقات كتير متعهد الحفلات بيخسروا بسبب أجور النجوم الكبار وضعف الإرادات تعال أقول لكم أعلى عشر أجور للمطربين تابعونا للنهاية الحفلات في السنين الأخيرة بقت بتعتمد على عنصر الإبهار ووحدات الليزر والألعاب النارية والمسارح الضخمة وده بعد التغيير الكبير اللي حصل في الحفلات الغنائية في أوروبا وطبعاً الموضوع أثر على أجور النجوم الكبار وعلشان نعرف مين أعلى عشر مطربين في الوطن العربي فالترتيب هو في المركز العاشر احتل الفنان أحمد سعد القائمة بفضل نجاحاته المتتالية في الفترة الأخيرة وده خلناه بقى مطلب كبير في الحفلات داخل مصر وخارجها وأصبح بيتقاد مبلغ 100 ألف دولار في الساعة في الخليج وفي مصر بيتقاد مبلغ 2 مليون جنيه المركز التاسع من نصيب الفنان حكيم اللي بيتقاد مبلغ 150 ألف دولار في الساعة و3 مليون جنيه في مصر المركز التامن من نصيب الفنان للبناني وائل كفوري اللي بيتقاد مبلغ 200 ألف دولار ومعاه الفنان هاني شاكر بنفس الأجر وفي مصر بيتقاده 3 مليون جنيه المركز السابع من نصيب الفنان محمد فؤاد بالرغم من قلة حفلاته إلا أنه بيتقاد مبلغ 220 ألف دولار خارج مصر وفي الحفلات الداخلية بيتقاد مبلغ 3 مليون جنيه هو وفرقته المركز السادس من نصيب الفنانة شيرين عبد الوهاب اللي بتتقاد مبلغ 250 ألف دولار بعدما كانت بتتقاد 200 ألف قبل أزمتها الصحية الأخيرة وبتتقاد داخل مصر مبلغ 3.5 مليون جنيه وده السبب اللي قلل حفلاتها بشكل كبير المركز الخامس كان من نصيب الفنانة هيفاء وهبي اللي بتتقاد مبلغ 300 ألف دولار في الساعة وفي مصر بتتقاد مبلغ 4 مليون جنيه المركز الرابع من نصيب الفنان محمد حمائي اللي بيتقاد مبلغ 320 ألف دولار وداخل مصر 4 مليون جنيه والمفاجأة أن الكنج محمد مونير احتل نفس المرتبة وبيتقاد نفس الأجر المركز الثالث من نصيب الفنان راغب علامة والفنانة إليسا اللي بيتقاد مبلغ 350 ألف دولار في دول الخليج وفي مصر بيتقاد مبلغ 4.5 مليون جنيه المركز الثاني من نصيب الفنان تامر حسني ونانتي عجرم اللي بيتقاد مبلغ 400 ألف دولار في دول الخليج وفي مصر بيتقاد مبلغ 5 مليون جنيه المركز الأول من نصيب الهضبة عمر الدياب اللي بيتقاد مبلغ 700 ألف دولار في الخليج وأوروبا وفي مصر بيتقاد مبلغ 10 مليون جنيه ده غير طلباته الصعبة اللي بتكون إنشاء مصرح ضخم والإضاءة والألعاب النارية والنظام الصوتي المتطور وغالبا ما بتتكلف حفلته الوحدة 20 مليون جنيه وفي بعض النجوم خارج القائمة بس بيتقادوا مبالغ كبيرة زي محمد رمضان اللي بيتقاد 250 ألف دولار خارج مصر و4 مليون جنيه داخل مصر كمان واقل جسار بيتقاد نفس أجر رامي صبري وهو 100 ألف دولار في الخارج وفي مصر بيتقاد 2 مليون جنيه اكتبونا في التعليقات ايه أكتر مطر بتفاجئتو بيه في القيمة